بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على الاستدلال الإحصائي هنتكلم فيه على اختبارات الفروض أو test of hypothesis ايه هي اختبارات الفروض؟ اختبارات الفروض يعني أنا عندي فرد أو إدعاء عاوز أتأكد إن هذا الفرد أو هذا الإدعاء صحيح أم لا طب هتأكد إزاي؟ إن أنا هاخد عينة وتأكد أنا مع أني رأيي هل الإدعاء اللي هو بيقولولي ولا عكس هذا الإدعاء هل الفرد اللي أنا بقوله لك ولا عكس هذا الفرد هنأخد نون أقل من 30 وديما شغلنا في اتجاهين وضع الفروض نمرة واحد فرد الأصلي ميم بتساوي القيمة اللي أنا حدهالك ميم دي متوسط المجتمع الفرد البديل ميم ما تسويش القيمة دي يبقى فيه فرد وفيه فرد بديل فيه حد بيقول بيساوي وحد ما يقول ما يسويش أهي كلمة ما يسويش دي معناها في اتجاهينه لأنها تقبل أن تكون أكبر وتقبل أن تكون أقل اتنين تحديد مستوى المعنوية واحد أو خمسة أو عشرة الواحد مكملة لمعامل السقة 29% الخمسة مكملة للـ 95% العشرة مكملة للـ 90% ولو ما ذكرت الشي وفترض 5% 3- مقياس الأختبار إيه القانون اللي هستخدمه تيتو سوي سين شرطة ناقس ميم على عين على جزر نون سين شرطة اللي هي الوسط الحسابي بتاع العينة مجسين على نون ميم متوسط المجتمع وده حبقى مدهولك طبعا ما هو ده للدعاء أو ده الفرض الأصلي أصلا عين الانحراف المعياري لو مش موجودة يبقى جزر مجسين ناقسين شرطة تربيع على نون ناقس واحد والنون دي حجم العينة 4- حساب قيمة إحصائيات الاختبار يعني إحنا بنطبق هذا القانون في خطوة الخطوة الرابعة ما تطبقش في الخطوة الثالثة الثالثة تكتب القانون بس خمسة تحديد منطقة القبول لازم أحدد تهيج جدولية نون ناقس واحد وألفا وده بتبقى معطى أو لو مش بدهلك عندك مديد جداول يبقى تنزل عند ألفا اللي أنا مدهالك لغية النون ناقس واحد يعني عندك القيم خمسة يبقى ناقس واحد تشوف عند أربعة عندك النون بعشرة يبقى عشرة ناقس واحد تشوف عند تسعة وهنا بعد ما نحدد تهيج جدولية نرسم رسمة النورمال ديستريبيوشن أو التوزيع الطبيعي في النص منطقة قبول وعلى أطراف مناطق رافت حدود منطقة القبول هي تهيج جدولية اللي إحنا جبناها أو اللي أنا حدهالك صراحة ونحط النقس تهيج على الشمال وموجب تهيج ونفس الرقب بس نحطه مرة بالشمال بالسالب ونحطه مرة على اليمين بالموجب لأن اللي تحت ده خط أعداد فالسالب بيبقى شمال والموجب يمين مفيش كلام واخد بالك بص برضو أهي اتجاهين أو طرفين الخطوة الأخيرة ستة اتخاذ القرار القيمة اللي إحنا عجبناها اللي إحنا جبناها اللي إحنا جبناها في الخطوة أربعة هل تقع في منطقة القبول يبقى نقبل الفرض الأصلي ونرفض البديل هل تقع في مناطق الرفض يبقى نرفض الأصلي ونقبل البديل نشوف مثال أحد الأشخاص يرى أن متوسط الدخل اليومي لمجموعة من العاملين 63 جنيه فأنا عشان أتأكد روح تساحب عينة من خمس عاملين سألتهم على دخلهم اليومي أه واحد قال لتسعة وستين واحد سبعين ستين تمانية وستين تلاتة وسبعين عاوزين نتأكد أن متوسط الدخل اليومي ده صح اللي هذا الادعاء اللي هو بيقول تلاتة وستين ولا لا بمستوى معنوية ألفة خمسة في المية وتيها أربعة اللي هي تيه نون نقص واحد اتنين سبعة سبعة ستة لو مش هدهالك صراحة هددي الجدول يبقى أنت تبص عند ألفة فوق خمسة في المية تنزل لغاية النون نقص واحد اللي هي خمسة نقص واحد أربعة هتلاقي هذا الرقم اتنين علامة سبعة سبعة ستة السين رح نحطينها في الجدول ورح نمجمعينها تلتمية واربعين أسبناها على عددهم خمسة جبنا سين شرطة بتمانية وستين عشان نجيب عين جزر مجسين نقصين شرطة تربيع على نون نقص واحد يبقى السين نقصين شرطة يعني سين نقص تمانية وستين اللي هو السين شرطة اللي جبناها تسعة وستين نقص واحد نقص تمانية وستين واحد سبعين نقص تمانية وستين اتنين ستين نقص تمانية وستين سالب تمانية تمانية وستين نقص تمانية وستين صفر نين وسبعين نقص تمانية وستين خمسة هذه الخانة لازم مجموحها يطلع صفر لأن إحنا عندنا خاصية بتقولي أن مجموعة 10 ناقصين شرطة لابد أن يساوي صفور تعالوا نجيب سين ناقصين شرطة تربيع نربع كل رقم الواحد تربيع بواحد اثنين تربيع باربعة سالة بتمانية تربيع باربعة وستين صفر تربيع بصفر خمسة تربيع بخمسة وعشرين مجموعة هذه الخانة أربعة وتسعين تعالوا نقسم أربعة وتسعين على عددهم خمسة ناقص واحد ونجيب الجزء يطلع أربعة خمسة وتمانين من مية تعالوا بقى نبدأ الخطوات نمر واحد وضع الفروض الفرض الأصلي ميم تساوي 63 البديل ميم لا تساوي 63 اتنين مستوى المعنوية ألفة خمسة في المية أنا أيلها لك ولو ما قلتش يبقى خمسة في المية تلاتة بقياس الاختبار نكتب القانون ته تساوي سين شرط ناقص ميم على عين على جزر نون من غير ما نعوض اربعة نعوض بقى حساب قيمة إحصائية الاختبار ته المحسوبة بتساوي سين شرط نحن كنا جايبينها في الجدول بـ 68 ناقص الميم هو الإدعاء أو هو الفرض الأصلي اللي هو ميم 63 على عين أربعة خمسة وتمانين من مية هنجايبينها من الجدول على جزر نون اللي هو جزر خمسة لأننا مدي لك النون بخمسة يطلع اتنين وتلاتة من عشر خمسة منطقة قبول ته الجدولية أربعة اتنين سبعمية ستة وسبعين من ألف بالناقص والزائد ما هو الرقم ده أنا بحط له ناقص وزائد ده بيبقى معطى أو هبقى مديه لك في جدول نرسم رسمة النورمال ديستريبيوشن ونحط هنا منطقتين رفض على الشمال واليمين اللي على اليمين دي منطقة رفض برضو وفي النص بس منطقة القبول نحط ناقص سبعمية سبعمية سبعة وستين من ألف على الشمال وموجة بثنين سبعمية سبعمية ستة وسبعين من ألف على اليمين لأن اللي تحت ده خط أعداد الخطوة الأخيرة اتخاذ القرار تعالوا نشوف اتنين وتلاتة من عشرة دي وقت فين هل هي قبل ناقص سبعمية ستة وسبعين من ألف لا هل هي بعد سبعمية ستة وسبعين من ألف لا هل هي بين ناقص سبعمية ستة وسبعين من ألف وموجة بثنين سبعمية ستة وسبعين من ألف أيوة فعلا يبقى تقع في منطقة القبول إذا نقبل الفرض الأصلي ونرفض البديل ولي تمرين عشان تمارن نفسك شكرا